السلام عليكم معكم شرطة رابعة طالبة ضب السنة رابعة وبكمل معكم كورس الفارماكولوجي مع ثالث جزء من فارماكو دايناميكس وهي رابعة حاضرة معنا في كورس الفارماكولوجي ان شاء الله سنكمل عن موضوع الفارماكو دايناميكس شرحنا في المرة الماضية عن الريلاشن بين الدوز والرسبونس اللي أنا حشوفه وحكينا انه أنا ممكن انا اوضحهم في شغلتين اللي هما الجريد الدوز والكوانتال دوز والجريد الدوز شرحناها وبصرناها وشرحنا تو الروبيرتزم للدرغز بشكل عام اللي هي البوتنسي والإفكاسي تمام حكينا بعدين مع الموضوع منفصل حكينا عن أنواع الانتاغميس بروسيك العام اللي هم الثلاث أنواع وآخر شي حكينا عن هو قبل الأخير حكينا عن الريسيبتور ريجوليشن سواء أب ريجوليشن أو داون ريجوليشن اللي هي نفسها توليرانس تمام وآخر موضوع كان معنا اللي هو اختلاف الاستجابة في الانتجاجولز بشكل عام يعني ليش تخطر الاتجابة من شخص لآخر وفصرناها تمام اليوم بدنا نكمل معنا آخر إشي آخر جزء من الـ Pharmacodynamics وبعدها رح ندخل إن شاء الله على مادة دكتور محمد السبوع آآآ Pharmacocaine تمام بسم الله الرحمن الرحيم نكمل على الجزء الثاني معنا اللي هو الـ Quantal Dose Response Relations , المرة الماضية حكينا عن العلاقة بين الدوز والرسبونس لأشخص واحد تمام الآن بدنا نحكي عن الاستجابة اللي أنا بدي أدرسها على Proportion of Population يعني مجموعة معينة من الـ Population اللي كامل تمام وأشوف الـ Response اللي حتظهر عليهم أي response بسميها Quantal Response ليش لأنه أي individual بشكل عام هو لحال ويا بيكون حصل إله response أو لا يعني يا أبيض يا أسود ما في في النص عندنا تمام يا أعطاني response يا ما أعطاني أنا حاليا بدرس Relationships يعني حاليا قاعد بجرب الأدوية تمام فالـ Quater أنا بجربها على Proportion of Population فأشوف الـ Response مثلا الـ Response اللي أنا بدي ياه Desired Response الـ Response المرغوبة تمام في هندي نوعين الـ Specified الـ Specified in Amount or Magnitude will all or none response نوع نوع الأول هو الـ Specified من نوع من اسمه هو Specified Specified شو يعني Specified يعني أنا بدي أحدد مقدار معين بالاستجابة اللي أنا بديها الـ Response اللي أنا بديها مثلا أجاني شخص معه عنده ضعف في لبات القلب تمام أو بط بطي يعني عنده برادي كاردي برادي أخذته في الترم اللي هي برادي هو بطي هذي هي نفضة قلبه بطي تمام الآن بدي أجرب أنا دوة جديد تمام بدي أجرب دوة جديد بدي أشوف هل بعطيني بزيد إلي 20 نفضة في الدقيقة ولا لا الآن أنا حدد الـ Response اللي بديها الـ Response اللي بديها هي 20 bits per minute تمام 20 bits per minute يعني لو أعطاني الدواء أقل من هيك فهو Negative Response بس باختصار أعطاني 20 and more هو Positive Response تمام هو درق مثلا هو بعمل Stimulation للهار أنا الـ Response اللي أنا بدي إياها أنا حددتها اللي هي 20 bits per minute إن recorded response إذا إذا الـ Individual بيّن إلي الـ Amount نفسها اللي هي 20 or more تمام إذن بعتبر هاي الـ Response هي Positive otherwise أي إشي أقل من هكي response تمام إذن هاي الـ Response اللي أنا بدي إياها حددتها ب magnitude أنا يعني أنا حددتها لأنه نفس magnitude or more تمام تمام نأتي على الجزء الثاني هو All or Non Responsive يعني 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 ما فيها إنه مقاييس أحدد والله إذا أرقى ومعرف شو خلاص Death Death يا ما يا إنه مات يا إنه لا صح ولا لا أو Provincial Epileptic Scissors تمام إنه أمنع عندي نوبات الصرع يا إني أمنعها بشكل كامل يا ما أكتر أمنعها تمام يا أبيض يا أسود ما عندي إيش في النص ما حددت لا مقدار ولا إش الثالث مثال هو Provincial of Cardiac Aridmias يعني إني أمنع عندي تسارع القلب أغلب الأدوية طبعا بشكل عام هاي الفقرة نوعا ما هي مش كثير مفهومة لكن سأحاول أنا أشرح لكم اللي لأنه هو المهم تمام المطلوب من هاي السلايد كامل اللي هي أنا في عندي شب هات بسميه Gashian تمام عندي على الخط الأفق هو Doze باللو قالت طبعا بوحدة ميلي جرام لكل كيلو جرام وهاي number of patient responding يعني عدد المرضى اللي استجابوا عندي حلو يعني مثلا عندي في تقريبا لما أعطيت Doze واحد ميلي جرام لكل كيلو جرام كم أعطاني response مثلا نعتبر أنه عندي هون مثلا مثلا اثنين شخصين استجابوا تمام شخصين استجابوا عندي على الدواء لما رفعت الدوز صارت اثنين انا مش انه يعني رفعت الدوز صار اثنين صار ثمانية الثمانية هاي الثمانية هاي عبارة عن الاثنين اللي استجابوا هون زائد الستة اللي انضافوا خليني اوضحها اكثر اذا ما كانت واضح تمام انا عندي هون عندي هون اللي استجابوا عند واحد ميلي جرام كانوا شخصين تمام اللي استجابوا زدت انا الدوز صارت اثنين شعلك شمال الكلام اللي استجابوا عندي على الاتنين صاروا ثمانية الثمان اشخاص هما اثنين اللي استجابوا للواحد والستة اللي زادوا لما انا زدت الدوز تمام مثلا انا زدت هالثلاث برضو الدوز صار عندي 18 اللي استجابوا هون 18 شخص 18 شخص عشرة منهم عشرة منهم كامل عشرة من الثمان تستجابوا على هاي الجرتين يعني عادي استجابوا على هاي الجرتين ما كانوا بحاجة للثلاث تمام وصلت يعني هي quantitative يعني انا بجمع الاشخاص لبعضهم يعني مش انه مثلا كل مثلا عموض تحالو لا انا بجمع الالقام بس هاي كل الفكرة مثلا خلينا نقرأ نشوف فالكتر فالكتر دوز موضوع لتحصل الوغنرمالي لغنرمالي ديستريبوتر يعني انا باللغارتون حطيت الدوز تمام وهون حطيت الفريكوانسي ديستريبوتر للاشخاص اللي صار الهم بسفونس تمام والكرب اللي هو الجيش النورمال كيرب هاي هو هاد الشكل بسميه أنا الجيش النورمال كيرب تمام بسك تمام اذا حكينا هذول الاثنين انا بحدد في عندي minimum dose اقل dose كم استجاب عندي patient اللي هما حكينا اقل dose استجاب عندي اثنين patient يعني outcome بعدين الresults بعدين لكل dose انا بصير بجمعهم جمع تمام بس هاي كل الفكرة تقريبا هاي نفس الحكي when تمام when these responses شوف انا responses هاي عملت لها summation انا انا جمعتها مع بعضا انا انا بجمع الاشخاص اللي صار لهم response كل ما انا زدت dose تمام بصير في عندي accumulative مجموعية مجموعية تمام تمام بشكل عام هاي هي كل الفكرة عندي هاي الجراف هو يعني هو سابق لأوان الكلام لكن في عندي بق لك مش غلط انه نشرح في عندي هذا الرمز اللي هو ED50 LD50 تمام قرينا نعرف شو هاي احنا هكينا المرماضي فيه EC50 هكينا عنا انه الدوز اللي بتعطي 50% صح ولا لأ هاي اللي حكينا عنا انه اللي بتكون اكثر اللي بتكون اقل دوز بيكون مور بوط صح ولا لأ الان لأ نظر رمز جديد اللي هو ED50 ED50 اللي هي effective dose effective dose اللي عملت اللي يعني frequency of patient نصهم اللي هما 50 الان هاي مش 50% استجاب هاي 50% من الناس المية بالمية هاي كل proportion of population اللي جبتهم يعني كل الناس اللي جبتهم تمام اذا dose اللي عملت عندي effect على نصهم كاملين هاي 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 اللي هي مثلا نقدر نعتبرها هاي ممكن اربعة نعتبرها يعني عملت عندي effect هاي هاي اعلى effect في high location curve اعلى effect هو هون في النص اعطاني ايا متى عند اي dose بنزل من عند الخمسين هاي بنزل في خط مستقيم احد ما اوصل اعرف كم dose اللي اعطت لي response لنص الناس ال population اللي هو عندي ال individual لنص المجموعة اللي هي عندي تمام نفس الاشي بال LD50 اللي ايش هو هيك شفله هاي الفقر اللي شرحنا المرة ماضية اه اه ال effect اللي هي ظهر تمام هاي لما انا ازيد dose لدرج كبير لحد ما يصير toxic toxic يعني lethal dose يعني lethal شو قاتلة تمام فالdose اللي قتلت عندي خمسين بلم من الناس خمسين بلم من الناس قتلتهم بنزل في خط مستقيم مثلا منقدر نعتبرها انها مثلا ممكن مئة وخمسين تمام كانت مئة وخمسين مثلا الدوز اللي قتل عندي خمسين بالمئ من الناس تمام هاي انا زدت dose مرتين كانت dose هلق تمام زدت ها وعملت الي response وتمام وضع على حد هون الوضع تمام لكن انا لما بلشت ازيد هون قتلت عندي خمسين بالمئ من الناس طبعا هاي كلها تجارب عن الحيوانات يعني تمام هلق رح نفهم هذا الكيرف اكثر يعني في الإفتادات الجان ان شاء الله تمام فس حلو ان تكون ما كتنصور مثل ما حكينا ال كوانتال دوز افكت كيرف لازم تحفظوا الكيرف تاع ال كوانتال دوز يا ربي وال جريد دوز تمام الجريد دوز اللي هو انا بقدر اطلع منه الفوتنسي وال الافيكاسي تمام بيكون في عندي بيكون شكل دم الذاكريين بيكون شكل ريكتانجول هاي بربولا تمام اسمه جريد دوز ريسبونس كيرف تمام من الكوانتال دوز افكت كيرف بطلع عندي ثلاث قيم وابحات بيكون ميدين افكت دوز ميدين توكسيك دوز وميدين ليتل دوز تمام ميدين توكسيك ميدين افكت دوز اللي هي الدوز اللي انا عندها عملت افكت او تأثرت يعني اثرت بشكل بوزيتب طبعا يعني كان في ريسبونس منيح اللي انا بدي اياها لنص البيبوليشن اللي هما عندي هاي دوز اللي كانت خمسين بلمية من الاندبيجوال الموجودة عندي يعني اعطاني افكت اللي انا بدي اياه يعني اللي انا بدور عليه اصلا الميدين توكسيك دوز هاي الدوز اللي انا زودت فيها كثير اللي هي بتعمل توكسيك افكت لخمسين بالمية من الانيمال شوف انيمال نجرب على الحيوانات طبعا لا نجرب الأدوية لانه الأدوية تمر في مراحل طويلة جدا اثناء التحضير على بين ما توصل للانسان ويستخدمها لازم اعرف ان هاي الدوز متى بصير توكسيك متى بصير لي ثال قاتل متى بصير افكتب علشان ايش اكون قادر اني اعطي المريض تحصى ولا لا ممكن اقعد اجرب علي ميليان توكسيك توكسيك توز هي الدوز اللي عندها بصير 50% من الانيمال صار في عندهم توكسيستي صار دمهم مليان من الدواء وصار سمية بدمهم بشكل عام من الدواء بس ما ماتوا اما الدوز اللي قتلت عندي 50% من الاليمان سسميها ميديان لتال كلهم بقدر اطلعهم من الكير الموجود تمام لانه يعني هاي محور حديثنا فهي محور ان شاء الله في عندي مصطلحين اللي هم مصطلحين الخاكفات ان شاء الله اللي هم مصطلح summation Potentation summation هو معني بجموع بجمع أنا قاعد Potentation بقوي summation أنا بجمع يعني شخص واحد واثنين ثلاثنين واحد وواحد سوري واحد وواحد اثنين خلص جمع Potentation لا اشي بيقوي اشي هي Agonistic Interactions يعني لالاغونيست بشكل مصطلحين هما summation والpotentation summation هاي الكيرب تاعه بيحكي لك انه هون A هاي الافكت تاعها B هاي الافكت تاعها مثلا نحكي انه هون اثنين الافكت كان summation هو A زائد B خلص A زائد B هو summation وعمل لإليا هاي response اللي هي عبارة عن مجموعهم اثنين مع بعض بس هي two drugs بيكون طبعا similar mechanism نفس الطريقة التفاعل بالضبط بيعطوا Addictive Effect يعني Addictive مجموع Effect مجموع Potentiation لا Potentiation أو Syringism اللي هي اشي بقوة اشي two drugs برضه two drugs عادي لكن exceeds the sum يعني هو اكثر من مجموعهم يعني A زائد B لا يساوي A زائد B يعني هما مش جمع يعني لما يعطوني Effect تاعهم مع بعض بيكون أكبر من مجموعهم تتمنى انها تكون يعني وسط تتجاوز مجموعهم هما اثنين مع بعض يعني لو مثلا هي معنها غلط يعني بس انه مثلا لو نحط على الأقام يعني واحد زائد واحد مش اثنين لأ تعطيني اربع يعني Effect اللي بدي يطلع عندي Effect Response رح يكون أعلى من مجموع هو الطبيعي تمام طبعا كوتنشيشن لازم يكون drugs act at different receptors مش لازم يكونوا عن نفس receptors لا تمام الصمميشن بيكون similar mechanisms بالطبيعي وبعطيهم مع بعض بينعطوا مع بعض بيعطوهم اكتف عادي واحد زائد واحد واثنين كوتنشيشن لا بتجاوز جمعهم مع بعض بوتنشيشن هي بتطلب ان يكون في عندي لازم يشتغلوا لانه رح يعطيهم مع بعض لازم يشتغلوا عن different receptors تمام او حتى systems مختلفين يعني واحد في الRS واحد واحد في الكارديو تمام واحد في الRS يعني السبايراتوري تنفسي واحد في الكارديو اللي هو القلبي يعني بعاد كثير عن بعض لكن بيأثروا طيب خلينا نحكي مثال صغير عن بتنشيشن بشكل عام اللي هي مقدر نحكي تخليها اقوى اللي بتزود عندي beneficial effects يعني انا ليش اصلا مفهوم بتنشيشن موجود عشان تعطيني افكت اقوى عشان مثلا اعطي الدواء الثاني بقويل اخر صح ولا لا صح هاي هي كل فكرة مثلا مرض مناعي تمام بيستهدف جهاز المناعة بشكل عام هو الان يعني ما له علاج بس انا يعني ممكن احسن السمتوم بزود عن طريق combination يعني يعني combination اكثر من شغلة بجمعهم مع بعض therapy تمام AZT هي Neocryoside Analog شو بتعمل هاي inhibits HIV reverse transcriptase الا الاد شو سببه اصلا الاد سببه فيروس فيروس اسمه HIV فيروس تمام HIV بيضل كتير كتير يتكاثر لانه عنده انزيم خاص فيه بعمل له transcription والقصص هاي فبيتكاثر فانا بعطي دواء بيعمل inhibition لا الانزيم بتاع هذا الفيروس تمام حلو انا مناعت الانزيم الخاص في الفيروس انه عشان ما يكثر في عندي ما يتكاثر هذا الفيروس اصلا كمان في عندي الدواء الثاني اللي هو بعطيك بتنشييشن يعني protease inhibitors هو important عشان يمنع viral الانزيم منع منع بردو تكاثر الفيروس تمام فدول اثنين بيعملوا potentiation لبعض بيقوّوا بعض عشان يعطوني افكت اكبر من اللي انا يعني بدي اكبر من الجموح هاي هي مصطلحين يعني كسير بسيطة عملون نفاص القصير يعني بعدين رح نرجع لموضوع الـ graph التعليم الكورغ اللي هو el-quantal curve لكن بتمنأ تكون موضحة صمميش موضحة وفرق مباناتون تمام تمام prediction of drug safety انما لحاليا انا جربت الادوية على الحيوانات واموري تمام وكل انا بعد الدراسات على الحيوانات بشكل عام بعد ما عملت كثير تجارب وصلت لمعرفة تامة لكل دواء طبعا لكل دواء احنا لازم نكون كدكاتر مثلا عارفين شو therapeutic index للذواء شو يعني therapeutic index therapeutic index هي عبارة عن يعني بشكل رياضيات هي toxic dose تمام medium toxic dose على median effective dose median toxic dose median effective dose هاي هي therapeutic index هلا therapeutic index هي عبارة على ratio نسبة تمام بتبين إلي قديش الدواء toxic كام الدواء toxic عندي عشان أدير بالي أنا مش إنه أي جرعة والله أزيدها بكيفي لا طبعا بدي حد معين حد معين أنا لازم أكون واعي إنه ما لازم أزيدها أكثر من هيك الدواء بطبيعتها أغلبها سامة وزيادتها مشكلة يعني الدواء لو إنسان مش بيحافته ليش ياخده أصلا صح ولا لا لأنه الكل عارف أنه سام فلازم أكون دائر بالي وأنا عم بعطي الجرعات ما أزيد لحد البياض السمية أو حتى لما بدي أزيد لأطر طبعا أزيد لما يكون في عندي الوضع سأحدد هنو الرلوع بين المؤني يعني يعني يعطيني النظرة عن Viram الزانية التي تكون تتعطيني няя ال pref.. التي تُعطيني هي الرلوع بين Estados التي يعطيني millones وال shaved تمام على individual بشكل عام وهذه نفس المقطوب وهنا هي الدوز التي تعطين el extra в monkey Bloody كما قلنا 50% من الـ population وهاي اللي بتعطيني effective أو therapeutic effect للـ health of population طبعاً شو يعني لما يعطيني therapeutic index بتكون قيمة عالية شو يعني؟ يعني toxic dose median toxic dose عالية شو يعني؟ مش يعني لو تذكروا مع الرياضيات toxic index sorry therapeutic index عالية شو يعني؟ يعني هاي عالية صح ولا لا؟ لأنها طردية معها هاي مقعب هاي طردية معها فالـ toxic dose effect عالية ركزوا مع هاي الجميع عشان خلص يتوضح كل باقي للمحاضرة toxic dose لما تكون عالية يعني أنا معي مجال طويل بخض راحتي بزيد الجرعة اللي بدي إياها بدون ما أخاف من تكسستي تمام؟ لكن لما تكون therapeutic index قليلة يعني toxic dose قليلة فممكن أنا وأنا بزيد في الدوز ممكن أوصل للجرعة السامة بسرعة تمام؟ وما أكون منتبه إلها أو يعني إذا ما انتبعت ممكن تكون مشكلة صح ولا لا؟ يعني ممكن أوصل لقيمة toxic dose سرعة تعطيني نسمي خلينا نشرح على الكيرب بيظل أفضل بيحكي larger value لما تعطيني therapeutic index value كبيرة يعني شو يعني؟ wide margin margin يعني مجال كبير واسع بين doses اللي بين effect والtoxic يعني معي مجال كبير بظل أزيد في effective dose شوية 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 التوكسك دوز أنا متضمن لأنه تكتلك toxic dose عالية فأنا مش راح أوصلها بسهولة هاي هي كل الفكرة تمام؟ therapeutic index هي measuring by frequency of desired responses and toxic responses طبعا نفس اللي حكينا هي عبارة عن علاقة بين toxic والeffective أو desired مرغوبة يعني in human therapeutic index of drug determined by drug trails طبعا أنا بدي أعمل قبل أي شيء قبل ما أجربها على humans بدي أعمل إلها drug trails زي ما حكينا في أول محاضرة accumulated clinical experience بعد خبرات يعني على هذا الدوء بقدر بعدها أحدد عندي therapeutic index تمام؟ نجوالي ريفير أرينج طبعا هي بكيت بين effective dose وصمتاز ممكن يصير أوبر لابنك مع الرينج أوكيب دوز رح نشرحها في الكير ببوتنا the concentration range over which a drug produced its therapeutic effect is known as therapeutic window برضى على الكير تمام؟ كل هذا رح نشرحه على الكير بس خلينا نحفظ التعليف وconcentration range which a drug produced therapeutic effect يعني المجال اللي أنا أو المكان سموها ويندوليش لأن المجال اللي أنا يتيح إلي فيه بيعطي فيه therapeutic effect على كار بيكون أو بحث تمام مثلا في عندي هذا الدواء وهذا الدواء two drugs مختلفين تمام تمام two drugs هذول في عندي هاي الدوز اللي بالبداية أعطيتها وهاي الدوز اللي بعدين أعطيتها هلا لما يكون في هاي المساحة بين هاي النقطة وهاي النقطة هاي بسميها therapeutic index therapeutic شو therapeutic index لما نيجي تقارنها في هاي من منطقيا مين اللي أعلى هاي صح ولا لا ففي هذا الدواء أنا معي range طويل بزيد الدوز على كيف مش حكينا أنه الأفق هو concentration للـ للـ بشكل عام أنا معي مجال طويل بقدر أزيد الدوز براحتي لكن بس أوصل هاي النقطة عند الدوز هاي ببلش يعطيني unwanted adverse effect يعني toxic effect اللي أنا حكينا عنها بشكل عام unwanted يعني إشي أنا ما بديها adverse effect يعني أعراض جانبية أنا ما بديها toxicic بشكل عام لكن هون طلع ما أصغرها طلع ما أصغر المساحة هاي therapeutic index تير قليلة فأنا ما معي range كبير علشان أزود بالدوز براحتي وأنا ما بخاف لا بدي أخاف بدي أكون حذر وأنا بزيد في الدوز تمام؟ هاي الدوز اللي لما زدتها لحد هون هاي أعطتني الأعلى effect موجود هاي شايف بعدين بلشنا لما شايفين ما زودت صرت أزود بالدوز أكثر من هاي بلش في عندي adverse effect unwanted تظهر تمام؟ أتمنى أنه موضوع therapeutic index عرفتوا كيف منطلعه من هون هيك أو هو من تحت نفس الأشي من هون وين اللي بيكون أعلى وين بيكون أقل وهاي الدوز اللي هي أعطتني الأفكت اللي أنا بدي أعلى وهاي الدوز اللي لما زودنا بلشت تعطيني الـ unwanted الـ adverse طيب آخر مصطلح اللي هو therapeutic window حكينا therapeutic window هو concentration يعني التراكيز الدواء اللي أنا ممكن أعطيها بتعطيني الأفكت اللي أنا بدي أعلى بس هي التراكيز اللي بتعطيني الأفكت اللي أنا بدي أعلى بتبلش من هون هيها من هون هيها من هون هون شوف مجال اللي معي أقل من المجال اللي هون من هون therapeutic window عاء كبيرة يعني معي concentration كبيرة بقدر أعطيها تمام؟ وبتعطيني أفكت وبرضو بتعطيني أفكت بدون أي toxicity تمام؟ لكن هون قليلة ممكن أنها تعطيني toxicity بس هاي هي كل الفكرة تمام؟ نفس الحكي وحنا نعيده هون وحكي لك لما therapeutic index شوف هايها لما تكون قليلة low range of concentration of effective and toxic responses overlapping ماذا يعني overlaping؟ بتـ overlaping كيف انهم بتقاطعو تمام؟ يعني بيكون في عندي dose هذا الاجראלis اللي هي إلها low therapeutic index شو سبب هذا الاشي؟ لأنه البيو أفيلابيليتي إلها بتغير ثرابيوتك إفكت ساعتها تمام بتغير ثرابيوتك إفكت ساعتها تمام لما ثرابيوتك إندكس بتكون لارج وأخذ راحتي وأنا بزيت في الدوز وبيعطيني إفكت وتمام وضعي ثرابيوتك وندو كبيرة برضه ما بخاف منها يعني ممكن أنه يكون سيف تمام وحتى ممكن أعطي دوز مضاعفات يعني حتى عشر أبعاف الدوز اللي أنا ممكن أعطيها وبراحتي ما فيه أي خوف على المريض تمام وبرضه بيعطيني دزاير درسفونس هاي البايو أفيلابيليتي تاعتها في البلد ما بتغير في الثرابيوتك إفكت معي تمام تمام بطمئ ما يكون الكيرب منفهم يعني وتكون توضحة الفكرة مصبوط لحتى حنبلش يعني في مفهوم الجديد يعني في مصطلحات جديدة ان شاء الله موضوع جديد تمام تعرفنا شوية ثرابيوتك إندكس وشوية ثرابيوتك وندو ثرابيوتك إندكس ثرابيوتك إندكس اللي هي الدوزل تاعت التوكسيتي على ميدين دوزل توكسيك وميدين دوزل إفكت اللي هي اللي بتحدد إلي هي راشة فقط هي راشة لكن ثرابيوتك وندو هي الكنسنتراشن تاعت الكنسنتراشن للدراج اللي بتعطيني ثرابيوتك إفكت بدون أي توكسيس تمام؟ هايك بنخلصنا المنضوع الأول من حاضرتنا تمام نيجي على مصطلحين جداد اللي هما السبسفتي والسيلكتفتي السبسفتي والسيلكتفتي زي مثل ما شرحنا عن قبل مصطلحين سميشن وقلت نشيشن عاش نفرق ما بيناتو الآن بدنا نشرح عن السبسفتي والسيلكتفتي تمام؟ سبسفتي شي يعني؟ يعني الدراج إلو وان إفكت فقط يعني كيف معناها؟ يعني الدراج اللي أنا بدي أعطيه إلو إفكت واحد عشو أي سيستم اشتغل عليه خلص إلو إفكت واحد فقط سواء أي سيستم اشتغل عليه رح يعطي وان إفكت تمام؟ فسا هي كل فكرته يعني بشكل عام أما السيلكتفتي وهي طبعا أغلب الأدوية هي سيلكتف نوت سبسفك يعني سبسفك يعني بتعطيني وان إفكت على اختلاف كل السيستم اللي حيشتغل عليها أما السيلكتفتي لا سيلكتفتي هي موست دراج أكت أون مور ذان وريسيبتور بتشتغل على أكثر من ريسيبتور على بينما يعني توصل لهاي كونسنتريشن اللي أنا بدي إياه وبتشتغل بتعطيني أكثر من إفكت أصلا عادي تمام؟ يعني بتشتغل على أكثر من سيبتور وبتعطيني أكثر من إفكت مش إفكت واحد هاي هو الفرق من سيلكتفتي وأغلب الأدوية هي موستوف دراج هي سيلكتف نوت سبسف تمام؟ مثلا في عندي يوهن بين يوهن بين هو دراج يوز تيرابيوتيكلي مش مطلوب منكم شو يعني بالضبط شو هو لكن بهمنا المثال علشان أعرف أميز بين سيلكتفتي هو السيلكتفتي يوهن بين هو دراج تمام؟ يشتغل على أكثر من سيبتور مثل ما حكينا إذن هو شو ما له سيلكتف؟ يشتغل على ألفة وأدرينو ريسيبتور بيعمل بلوك لإله بلوكر هو إله وبرضو بيروح على ريسيبتور آخر اسمه 5HT ريسيبتور بيعمل له بلوك حلو، وبيشتغل برضو على ألفة وأدرينو ريسيبتور برضو بيعمل له بلوك وبلوك للإن اي تشانيل بلوك للمونواماينز أوكسيديز إنزايم هذا إنزايم تمام؟ كلينستريز إنزايم لما يكون في هاي كونسنتريشن بيروح برضو بيعمل له بلوك فهي كل هالريسيبتور بيجي عليها اليومبين بيسكرها بشتغل يعني هو بشتغل أكثر من شغل بنفس الوقت مش إنه بيعطي ون إفكت فقط لا، هو بشتغل أكثر من شغلة بلوك لإله نشوف بشتغل على ألفة وأدرينو ريسيبتور بلوك تمام، طبعا كلما أنا زيت الدوز هيك أنا بزيد الدوز تحت اليومبين بعدين لما زيت الدوز شوي صار يشتغل على الـ 5HT بعدين ألفة وأدرينو ريسيبتور بعدين لوكال أنيستيك بروح بعمل بعدين بلوكتش للـ MAO بعدين كلينستريز عند الـ High concentration كلينستريز بيعمل له يعني إنهيبشن لشغله، هو إنزايم برضو مثل مثل الأكسيديز بعمل له إنهيبشن لشغله لما يكون Higher concentration الفكرة إنه هو بعمل أكثر من شغلة، تمام؟ هذه هي الترابيتك اندو تاعتها، يعني أنا كل هاي الترابيتك اندو كل هاي الـ Concentration تاعتها بيعطيني افكت كل هاي الدوز، كل هاي الـ Concentration بتعطيني ترابيتك افكت اللي أنا بديها هذا هي كل الفكرة، عرفنا فارق بين الـ Specificity والـ Selectivity وحكينا أنه أغلب الأدوية الـ Selective اللي هي بتشتغل على أكثر من سبتور وبتعمل أكثر مني، تمام؟ تمام، نجيو على آخر موضوع معنا لما حضرتنا لليوم هو أسهل موضوع إن شاء الله طبعا، اللي هو موضوع الـ Adverse Effect تمام، الـ Adverse Effect اللي هي معنى كلمة Adverse Effect هي الأعراض الجانبية أو العراض اللي أنا ما بدي إياها الأعراض السيئة، الـ Unwanted اللي أنا ما بدي إياها أو الـ Harmful اللي هي مؤلمة يعني الأعراض الجانبية، نحن نحكي عنها تمام؟ هي أكمل نوع، في عنا Predictable Predictable يعني أنا هاي الأعراض أنا متوقعها، أنا عارف الدواء اللي فلاني إنه بيعمل هيك، هاي الأشياء الـ Predictable تمام؟ هاي بتفاجأ فيها لما المريض يأخذ الدواء، حلو، آخر نوع اللي هو إيدي، لا مش هو هات، هو Specific Torses برضو هاذ أنا بكون عارفه طبعا، وأذرس رح نحكي عنه أول نوع من نوع الـ Adverse Effect of Drugs اللي هي الـ Predictable أو Dose Related أو Type A اللي له ثلاثة نوع Predictable يعني متوقع Dose Related يعني يعتمد على Dose or Type A Effect هاي الأفكت اللي أنا عارفها، أنا متوقع إنه حتصير تمام؟ في عندي Side Effect متوقع إنها تحدث، حتى ممكن تحدث حتى في Therapeutic Doses يعني ماشي المريض قاعد إنه مثلاً بيستجيب على الدواء أموره تمام؟ لكن ممكن إنه يصير معه مثلاً مثلاً صداع عادي، الصداع إشي ماينور يعني بسيط، مش هالإشي اللي بيخوفني مثلاً وأنا متوقع إنه برضو كل هذا متوقع متوقع إنه هذا الدواء بعمل صداع حلو على الأغلب هو Decrease لحاله أو Disappeared أو لما أقل الدوز بيختفي يعني تماماً، ما في منه خوف، تمام؟ أو حتى ممكن إنه يختفي لحاله حتى لو إني كنتني واسي يوز للدرك، حتى لو إني كملت على الدرك، ممكن إنه يختفي لحاله ممكن إنه يأخذ أنا الجسك يعني مسكنه وبخيف فبعه تمام يعني عادي ما منها خوف، على الأغلب حكينا هي ماينور أما toxic effect هاي لما تكون large toxic doses هاي أنا دوز لأ زودتها بزيادة، أعطيها دوز زيادة توكسك هاي طبعاً serious بنخاف منها، بس برضو أنا بنكون عارفها طبعاً نيد بالبداية، بتحتاج إني أنا stopping the drug بسرعة، تمام، لازم أقول الدراج بسرعة sometimes، ممكن أنا أحتاج supportive treatment، يعني ventilation، أشياء أكسجين، أعطي، يعني علشان أحافظ على حياتي بشكل حال يعني هي serious مشكلة، تمام، ممكن إنه يصير في عندي functional، يعني بأثر على function، طبع مثلاً lung، بعمل عندي respiratory depression، تمام ببطل المريض بعرف يتنفس، أو بخرب إلي structures، يعني بخرب إلي organs، بعمل إلي tissue damage، مثل damage to the liver, damage to the kidney, damage to the heart or nerves heart أو the kidney, the kidney أو the liver أو the nerves، هي العصاب، تمام، إذا هاي أول null هو predictable or dose related يعني يعني يعتمد على الدوز، في عندي نوعين side effects اللي أنا متوقعها وهي على الأغلب normal، تمام؟ وبتحدث غالباً يعني عادي، يعني بتحدث لكل أغلب الناس يعني بس يأخذ دواء، ممكن إنها تخطف فيه لحالها، يا إنه أنا إذا وقفت الدواء أو إنه حتى تخطف الحالة حتى لو كملت على الدواء، لا بنخاف منها يعني أما الثاني هي اللي بنخاف منها على الأغلب هي CS، ممكن أحتاج supportive treatment، طبعاً لازم أوقف الدواء هاي تحدث لما يكون large toxic، هاي أنا ما زودت الدوز، هاي دوز طبيعي، هاي هي therapy to take doses، عندي therapy to take doses، يعني أنا ما زودتها ولا وصلت ل toxic doses، عادية، بس إنه بصير side effect لكل الناس، أغلب الناس أما لما أزودها، هاي toxic effect البديد ممكن يأثر على function، بيعمل depression ل respiration، أو structure بيعمل damage، تدمير التي يشوف زي في الكبد أو في الكالية أو في الهارت أو في النفس، تمام؟ تمام، النوع الثاني هو type B reactions أو unpredictable، unpredictable يعني أنا ما أبداً متوقف للمريض، تمام؟ هو أنا بشكل عام عارف إنه بعض الأدوية ممكن تعمل عندي هاي الأشياء، لكن أنا مش متوقع إنه هذا المريض نفسه عنده مشكلة مع هذا الدواء، لأنه الأليرجي أو الحساسية ممكن المريض نفسه، أو على الأغلب الموضة، ما بعرفوا أصلاً إنه مثلاً أنا عندي حساسية من الدواء الفلاني، صح ولا لا؟ لا، لأنه أولاً أنه لا يكون عمره جربه، فبيعت عليه إفكت الأليرجي، فالمريض من الدكتور ما سيعرفه؟ إلا إذا أنه جرب، إلا إذا أنه المريض جرب الدواء، يعني بيكون عارف، أو ممكن يكون جربوا، بس مش عارف شو الدواء اللي يعمل عنده حساسية، بيكون جاهلين في هذا المنظور، المهم الفكرة بشكل عام إنه هو unpredictable، يعني أنا ما توقعت للمريض أو type B reaction، أول نوع منه هو الأليرجي، ثاني نوع اللي هو ثواني ثاني نوع اللي هو idiosyncrasy، وبس هو نوع هم نوعين، الأليرجي هو بيصير في عندي activation للإميون ميكريزم، تمام، بيصير في عندي immunity ضد الدواء، بيروح الدرقز زي كأنه هابتن، هابتن أتوقع إذا أخذتها في الإميون هي عبارة عن الجسم بهاجمها زي كأنها أنتجة، يعني زي كأنها إشي غريبة على الجسم، فبيروح الجسم بهاجمها زي كأنها بكتيريا، فيروس، أي إشي، بيعمل الجسم ضدها شو؟ antibodies، تمام، بيعمل ضدها antibodies عن طريق البلازما سيلز اللي هي البي سيلز، بعد ما يصير لها differentiation، أو حتى التليمفوسيت، مش البلازما، مش شرط البلازما اللي هي بيليمفوسيت، ممكن حتى التليمفوسيت، على أي وجوة الأليرجيك هاي الحساسية، ما بتعتمد على الدوز، يعني ممكن دوز قليلة جدا 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 بسيل إلها، يعني بتحسس منها الشخص طبعا هذا إشي يعني لا يعتمد على الدوز، حكينا اللي فوق، اللي النوع الأول هو البريدكتب، بيعتمد على الدوز، تمام، هاي ما بتعتمد على الدوز، ممكن أعطي دوز كثير قليلة، وبيعطينا أليرجيك عادي، مش شط، إلها أربع أنواع، هاي الأليرجيك الحساسية إلها أربع أنواع، type 1, type 2, 3, 4، تمام، type 1 هو immediate type، immediate type يعني سريع جدا جدا، هو comments، هو كثير من موجود، هاي الantibodies اللي بتكون تكونت عندي هي IgE، تمام، IgE، تمام، IgE، حكينا أنه الدواء بيمثل مثل كأنه hapten، تمام، hapten، بيجي جسمي بيكون إله antibodies عن دريقة plasma cells أو telemphocytes، يعني بتحسس منه telemphocytes، بشكل عام، immediate type، بالطبع الأول لأنواع الantibodies اللي بتكون عندي هو IgE، تمام، بيروح IgE لأول مرة، هي المريض أخذ الدواء لأول مرة، بيروح بيعمل binding للميمبران للمost cells or tissues T-shirts أو basophils في البلد، بسا المost cells وال basophils هي نفسها، لكن كيف أنه مكانة بتغير، يعني لما تروح على T-shirts في الخلايا بيكون اسمه mast cells، لما تروح على الدم بيكون اسمه basophils، بس بشكل عام، IgE بيكون عارف وجهته، تروح على Must cells أو بيكونوا على البيزوفيس، تمام، بيجي يرتبط عليها، أموره تمام عادي لحد الآن، تمام، لحد الآن عادي، ما منها خوف، لكن أنا جسمي بخاف منه إذا تعرض المريض للدواء مرة أخرى، يعني إذا تعرض إليه اليوم مثلاً شخص قاعد بيمشي على دواء مطلوب منه ياخذ يوم بعد يوم حبي الدواء أخذ أول يوم ما صار فيه أي شيء ما صار ولا أي شيء ولا حتى حساسي ولا إشيء ولا بيّن عليه ولا إشيء ليش؟ لأنه أصلاً ما صار في إفك لسه المرة الأولى يدوب الجسم كون في عندي أنتيبودي IGE بيكون ضد الهابتان اللي هو الدراج اللي فاعت عندي ومسك حاله لزاك حاله في المسلز أو الفيزوفيز لما يصير في عندلي إكس بوجر بعد يوم ونص حكينا برجع الدواء بيجي على IGE هاي برتبط ما عليها هو هذا الأنتجن برتبط على IGE لأنه مرتبطة في المسلز لما يجي الدواء برتبط على IGE بيحفز المسلز أو الفيزوفيز إنها بيطلع مادة اسمها هستامين الهستامين الهستامين بيروح بنتشرف الدم بيعمل عندي طبعاً بيطلع من إشيء اسمه يعني زي كيف أنه حجرات داخل المسلز بتطلع عندي هستامين هستامين هاي مادة الحساسي بيصير في عندي راش ممكن يصير في عندي يعني أرتكاريا اللي هي الراش اللي هي زي حساسية بتبين على الجلد ممكن رحدة منكم صار معه مثل هيك يعني أخذ دواء معين صار مع حساسية غالباً الأشخاص اللي عندهم حساسية بين سلن إلا ما يكونوا يتجربوها يعني بيطلع عندهم أرتكاريا يعني على الجلد بيصير بقع حمرة تمام أو حتى ممكن ما يوقف الموضوع على الراش أو الحساسية على الجلد فقط لا ممكن فيه يصير سيبير كيسز يصير في عندي أنا في لاكتك شوك أنا في لاكتك شوك يعني بيبطل قادر يتنفس المريض بيصير في عنده برونكوسبازم حكينا عنه برونكوسبازم اللي هي انقباط في برونك برونكاي بشكل عام ببطل قادر يتنفس طبعاً هاي تطلب أنه تدخل سريع جداً هذا هو أول نوع وهو الامبيديات طبعاً لازم ضرورة تكون فاهمينه مزبوطة كثير كثير ورح تأخذه بشكل مفصل أكثر من هيك في الاميون يعني إلا إذا كنتم أخذينه يعني النوع الثاني هو السايتوتوكسك سايتوتوكسك نوع الانتيبودي الوجود في نوع الانتيبودي اللي بتكون هو اي جي ام او اي جي جي انتيبودي تمام هاي شو بتعمل تروح بتسبب عندتي شو دامج عن طريق انها بترتبط مع الكمليمانت انا ما حاخش في تفاصيل هاي هاي هذا الطائب لأنه انتوا رح تغطو في التفاصيل المملك الاميون لأنه بدو ساعات يطول شرحوا بصراحة لكن بالنهاية بصير في عندي هيمولايسيز هيمولايسيز شو يعني يعني تحليل تكسير تدمير للليبر او الكدمي دامج تمام بس بمهم اعرف شو هو نوع الانتيبودي اي جي ام او اي جي اي اي جي جي سوري سايبة ثري اميون كومبلكس هاي بتكون كيف اميون كومبلكس شو يعني اميون كومبلكس يعني بيكون الانتجن اللي هو الدواء انا ما احكي انتجن بقصد في هاي المحاضرة طبعا الانتجن ممكن يكون اي اشي لكن في هاي المحاضرة هو عبارة عن الدواء الجسمي المفروض ان ما يتحسس له اصلا لكن بعض الاشخاص بيكونوا خلص هو جسمه الاميون سيستم رح يتحفز لهذا الدواء بيجي بروح يرتبط مع الاي جي جي انتيبوديز يعني بس لا ثاني ارسمها يعني هون ما في عندي لا مستيلز ما في عندي لا مستيلز ولا بيزو فيض ولا ولا هستامين ولا القصد هاي كلها بيكون في عندي الانتيبودي مرتبط في الدواء فقط هاي هي كل الفكرة طبعا بيمشي وبحوس في الدم براحته يعني بيمشي وين ما تراكم بتراكم مثلا جاي عبالو دي بوزشن مثلا في الكابيلرز جاي عبالو يروح يعمل يعني تراكم في الكابيلرز اللي هي الاوعية الدموية الصغيرة هاي تتراكم هاي الكمبليكس تتخيل انه لو تراكمت في هاي الكابيلرز رح تعمل جلطات او ممكن يروح يتراكم في الاسكن على الجلد او في الجوينت في المفاصل الكيدني وطبعا الكلينيكال فيتشورز يعني الاعراض اللي ممكن تظهر عندي تظهر بعد ايام مثل مرض السيرم ساكيز هما فس هاي هي كل الفكرة عبارة عن كومبليكسز من الانتيجن والانتيبودي اللي هو الاجي جي جي بيجي بيضلوا مرتبطين مع بعض بيحوسوا في الدم بيضلوا زيجز بيمشوا براحتهم لحد ما بتقرروا وان بدهم يعملوا الاجي جivol يا في الكبريز يا في الكيفن surrounded يا في الكبريز يا في الكبريز المهم هذا هو النوع الرابع النوع الرابع هو ICH يعني بتو يطول عندي الأخي يظهر اول مثلا الأجوال اكتيفıkت يطول بينما يظهر هاي بيصير في اكتيفيشن للتيليموصيد يعني أول ثلاث أنواح سيبارة عن أنتباضيزة أنتباضيز من أين تطلع من البلازما سيلز البلازما سيلز شو أصلها؟ بيليمفوسايت الرابع نوع هو للتيليمفوسايت والتيليمفوسايت معروفة أنها شو مالها؟ بطيئة نوعاً ما عشان هيك بصير فيه ديليت هاي بصير فيه اكتيباشن للتيليمفوسايت بتطلع عندي سايتوكاينز يعني كيف أنه أشياء صغيرة بتقعد بتنادي أشياء الثاني بتنادي أتراكشن للماكروفاج للسايت اللي هي موجودة عنده مثلاً أجد دواء عندي دواء لقته التليمفوسايت موجود عندي في مكان معين في الدواء المفروض أنها ما تهاجم خلص الدواء بدأ يروح لكن بتجي التليمفوسايت بتهاجم هاي الحالة بتطلع التليمفوسايت سايتوكاينز بتنادي الماكروفاج علشان تبلش الماكروفاج شو بتعمل دميجينج للدواء وبتعمل بنفس الوقت دميجينج لإيش للتيشو نفسه هاي هي المشكلة بس هاي هي كل الشرح عن الاليرجي اللي هي الانبريدكتابل أو تايب بي حكينا أول نوع هو الاليرجي حكينا إلو أربع أنواع حكينا إنه هاي برعا إنه بيصير الجسم يكون انتباديس ضد الدواء اللي هو بي اكت ازا هابتا هابتا ال اديو سين كريزي هاي مش حساسية لا هاي اللي بيكون فيه عند الشخص جيني تك فاكتورس يعني أشياء في الجينات تعاته يعني بيصير فيه عندي يعني بيصير فيه عندي تفاعلات للدواء لتيجت أنه هذا الشخص بالذات يعني أنا ولا ممكن يخطر عبالي إنه الشخص هذا عنده إشي في جيناته صح ولا لا بيكون إشي في جيناته ومؤثرة على الانزايم أو الريسبتور اللي هيشتغل عليها الدواء مش الدواء بس يجي يدخل على الجسم الإنسان يعني أنه بيروح بيشتغل على انزايم أو بيروح على ريسبتور صح ولا لا كما فممكن هذا الشخص بشكل جيناتك طبعا جينيا بيكون في عنده مشكلة في الريسبتور ها اللي بديتش يرتبط عليه الدواء أو مشكلة في الريسبتور فبيعطيني الريأكش للدواء أبنوربال مثلا مثل بيصير في عندي هيمولايسز هيمولايسز يعني تحليل دواء اسمه سالفانامايدز سالفانامايدز أو دواء أنتي مالاريا دراج اللي هو دواء للمالاريا بريماكي يونيا في البيتش هاي بيشنت بعض البيتش عندهم جينيتك ديفشنسي نقص جيني في إنزايم اسمه بلوكوز سيكس فوسفيت ديهايدروجينيز بلوكوز سيكس فوسفيت هو اسم مركب عبارة عن بلوكوز وعليه عند الكربون رقم ستة عليه فوسفيت بروب ديهايدروجينيز هو الإنزايم المسؤول على أنه يشيل هايدروجين من هذا المركب هاي بلوكوز سيكس فوسفيت ديهايدروجينيز هذا الإنزايم بيكون فيه عنده هذا الشخص يعني جينيا بيكون عنده نقص فما يكون عنده هذا الشخص نقص وعن هذا الإنزايم موجود في الاربي سي خلايا ده من حمراء لما يكون عنده الشخص نقص فيه ما حيشتغل أو ما حير يعني مزبوط السلفانامايت ولا أنتمالاريا دراكس رح تأتي أب نورمال بدل ما تعد الإفكت بتعمل بتعمل تحليل للاربي سي طبعا طبعا هو أب نورمال إفكت يعني هو غير متوقع برضه نحن لسه في يعني تحت موضوع الان تايف بيري اللي هما الاليرجي الاليوسيني أو ممكن بعض الأشخاص يكون في عنده مقاوم من الفيتامين د يعني ممكن ما يتقبلوا الفيتامين د يعني فيه أشخاص يقاوموا الفيتامين د أو ممكن رزيستنس للأورال anti-coagulant وارفرين وارفرين هو ممي زي الأسفرين بالضبط anti-coagulant بنعضى أورالي على طريق الفهم يعني ممكن بعض الأشخاص يكون في عندهم مقاوم من الفيتامين د ممكن بعض الأشخاص يكون عندهم رزيستنس للأورال anti-coagulant هذه هي كل الفكرة تمام خلصنا هيك تايب بي ري اكشن أو انبريدكتبل وبعد قبلها خلصنا البرريدكتبل اللي بتعتمد على الدوز البرريدكتبل الانبريدكتبل ما تعتمد على الدوز خلص لأنه اشخص أصلا نفسه مش نورما يعني عنده أليرجي أو ايديو ثالث نوع وهو Special Toxicity Special Toxicity يعني Toxic يعني بس أنا برضو بكون عارف أكيد Genial Toxicity Leading Mutagenicity يعني الدواء مثلا مثل Alculating agent Alculating agent بتروح بتعمل Toxic Toxicity لعمستوى الجينات مش هنكسم منها Genial Toxicity بتأدي ل Mutagenicity Mutagenicity يعني Mutation يعني بتروح بتأثر على الجينات بتعطيني Mutation تمام Teratogenicity Teratogenicity هاي بتعطيني Toxicity لل لل babies للفيتس اللي بوطن أمه في حالات البريغنانس يعطيني Congenital Disorder يعني مشاكل يعني مش مشاكل شو بيكون اسمها يا ربي في العربي مثل يعني 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 يكون جنة Disorder موجودة عنا في البابيس بتكون abnormal سواء في شكله سواء في function سواء في أعضاء الداخلية بيكون في عنا تشوهات تشوهات خلقية بشكل عام بسميها Teratogenicity بتأثر على الجينات طبعاً زي ما بنعرف نحن الكانسر أغلبهم يعني بيكون مشكلة على مستوى الجين بس ما بتنتج نتيجة Teratogenicity بتنتج نتيجة المutagency لكن مش نتيجة Teratogenicity تمام Reproductive toxicity هي recording la pregnancy rate number of live or still birth live اللي هما still birth اللي هو البيبي اللي نولد وميتين live اللي هما اللي عاشي postnatal growth يعني كيف نمو بعد ما نولد بعد ما ضلع من بطن هل نمو طبيعي ولا لا لأنه ممكن تكون الأم مخدى ومعين وهي pregnant ماشي ممكن عاش كمل حياته بس لكن ممكن growth اللي بعدين ما كان طبيعي ما كان نور بأثر عن نمو بعدين أو ممكن حتى ينولد still birth يعني ميت ينولد بس هاي هي كل الفكرة هاي specific toxic مش مش كاتبين أمثلة بس إنه ضروري إنه نكون عارفين هم يعني أنواع special toxic others مثلا في عندي delayed toxicity هاي sometimes لما أوقف دواء أوقف دواء مثلا دواء اسمه chloram finical chloram finical لما توقف فجأة بيعطي idiosyncratic aplastic anemia فقر دم تمام حفظ مجرد حفظ طبعا delayed لأنه بيطول طبعا chronic toxicity هاي لما يكون في عندي problem لالdrug يعني شخص قاعد بيستخدم الدولة فترات طويل طويلة مثل long term للستيرويد اللي هو الكورتزون كلنا بنعرف إنه الكورتزون بيعمل التأثيرات لما الشخص يعني بيطول لما هو بيعمل إشي اسمه caching syndrome caching syndrome أغلبكم بتشوفوها على الناس اللي ياخذوا كورتزون لفترات طويلة لكن ما بتعرفو شو يعني الشكل بيكون شكل وجهه زي المون شاب يعني مثل القمر بيكون كثير بيزيد نصاحت بيصير في عنده اديما وسوائل وهكذا يعني هاي اسمها كلها سمتمز اللي بتظهر على المريض اللي بياخذ long term للستيرويد بيسميها caching syndrome تمام يعني اعتماد كامل هاي برضو لما برولون ديوز لكن مش الستيرويد لا للسي أن اس ديبرسان تشبه تأثير المخدرات تمام مثلا زي الألكوحول الأوبيويد اللي زي المورفين المورفين هو يعني مخدر قوي هاي الشغلات بتعمل اشي dependence شغلات هذول بعمل dependence يعني السي أن اس بيصير بيعتمد عليهم اعتماد كامل يعني بيخففو شغل السي أن اس central nervous system بشكل كبير جدا خلص لما يكون برولون تشيوز تمام هيك خلصنا بشكل عام لكن خلينا نعرف احنا شو سبب الـ adverse effect انها بتظهر ليش بتظهر الـ adverse effect ممكن انها تظهر بسبب الـ over extension للـ same mechanism of action و same target تشا تمام يعني over extension يعني الدواء عم بيعمل نفس الميكانيزم ونفس الـ action على الـ same target تشا بيظل يعمل نفس الـ effect نفس الـ effect مثلا مثل sedative hypnotex يعني الأدوية المنومة والـ anticoagulant الأدوية ضد التخطر والـ beta adrenoreceptors blockers هي blockers للـ beta adrenoreceptors السبب الثاني هو effect on the same receptor بيشتغل على نفس receptor type but another t-shirt يعني بيشتغل على نفس receptor نفس بالضبط يعني إذا انه beta adrenoreceptors نفس beta adrenoreceptors لكن ايش مكان ثاني زي anti-masculinic drugs beta blockers بيكون موجودات على كثير تيشو يعني هما مش موجودات على مكان واحد او علشان هيك بيظهر adverse effect يعني الدواء بيكون قاعد يشتغل على أكثر من receptor فالdeceptor اللي بيعطي effect بيشتغل على الدواء أموره تمام لكن الدواء بيشتغل على receptors أخرى موجودة على T-shirts أخرى فبيعطي التأثير اللي هو adverse اللي أنا ما بدي اياه تعام effect on different receptors or by different mechanism يعني different receptors اوكي لكن different mechanism بس برضو بيعطي ال adverse effect اللي ما بدي اياه بس الgroups اللي أنا بدي احكيها هي more susceptible لأنه يصير في عندهم adverse effect اكثر يعني معرضين اكثر أنه يصير في عندهم اعراض جانبية مثل الفيتس اثناء البرغرانس اللي الفيتس بطن امه ال الكبار في السن اللي receiving many drugs يعني polypharmacy شو يعني polypharmacy or receiving many drugs يعني بياخدوا كثير ادوية طبعا كل مرة ادويتهم كثيرة او الpatients اللي هم اصلا pre-existing disease يعني عندهم اصلا مرض مرض عندهم مرض مريضين يعني او الpatients اللي عندهم genetic enzyme defect يعني عندهم نقص في enzymes موجود في liver زي مثلا poor oxidizers أو slow acetylators أو tissues يعني سواء في liver أو في tissues الأخر بغض النظر انه عنده genetic enzyme defect یا في liver یا في tissues وفي liver مثل poor oxidizers أو slow aspirators ومثل ما حكينا الفيتس في بطن أم elder الذي يأخذ أكثر من دواء والpatients الذين لديهم أصلا أمراض تمام وهيك نكون الحمد لله العالمين خلصنا محاعدرتنا اليوم آخر جزء من Pharmacodynamics اللي هي رابع محاضرة من محاضرة الدكتور يوسف لك تقريبا من خلصنا محاضرة دكتور يوسف مش تقريبا احنا خلصنا محاضرة دكتور يوسف ببالش إن شاء الله في Pharmacodynamics وأسبع التأخير وبتمنأ إن شاء الله أني وبحث بشكل كافي ووافي وبالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله موسيقى